السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تازل حرب في السادس من أكتوبر 1973 العاشر من رمضان 1393 هجرية الأطراف كان كل من مصر وسوريا ضد إسرائيل الأسباب حينما قامت إسرائيل بالعدوان الغاشم على مصر وسوريا وقامت باحتلال الأراضي المصرية والسورية شبك زيرة سيناء في مصر وهضبت الجولان في سوريا حاولت أن تدخل في سلسلة من المنازعات وقام مجلس الأمن بإصدار قراره 242 والذي كان يقرب انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها ورفضت إسرائيل هذا الأمر نتيجة هذا الرفض ورفض إسرائيل لجميع النداءات السلام من الانسحاب من الأراضي التي احتلتها كان هناك تصميم قوي جدا من الحكومة والشعب في مصر وسوريا على إصارة هذه النكسة واسترداد الأراضي ولكن يجب علينا أن نعرف بأن هناك كانت مجموعة من الاستعدادات لعملية الحرب أنت ما بتحربش بشكل عشوائي خلاص إحنا عرفنا أننا بنتهزم حينما ندخل في حرب زي حرب 48 بشكل غير منظم وعدم استعداد لذلك قام الرئيس السادات بالاستعداد وتهيئة كل من الجبهة الداخلية في مصر والجبهة العربية للحرب أنت بتجاهز نفسك داخليا أول حاجة رفع الرقابة على الصحف رفع الرقابة على الصحف بمعنى أوضح أنا أخلي الصحف تتكلم بمنتهى الصراحة هذه حرية التعبير عن الرأي إصدار دستور جديد اللي هو دستور 1971 تمام؟ إلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات العامة أنا عايز حريات عامة أنا عايز الشعب يكون حاسس يحارب معايا القضاء على مراكز القوة ومش وقت أن يكون فيه أي عنصر يفرقنا لأننا عايز أحد الكل تجهيز الجيش وتسليحه وأحدث الأسلحة وتدريبه أنا هدخل بعد عملية الاستعداد للحرب أحدث الأسلحة بعد التدريب بعد التخطيط الجيد هدخل في حرب وأنا مستعدلها تهيئة الجبهة العربية الهدف منها تصفية الخلافات العربية أنا عايز الدول العربية كلها تصخر إمكانياتها لخدمتي في الحرب بمساعدة مصر وسوريا في الحرب ووحد الصف العربي جميع الإمكانيات العربية المتاحة يتم توفرها لكلها من مصر وسوريا نبتدي نتكلم على الحرب أو على الجبهة المصرية الرئيس محمد أنور السادات الرئيس الراحل محمد أنور السادات أعطى إشارة البدء في الحرب يبقى كانت إشارة البدء بتبدأ من عندي وبدأ هذا الأمر بقيام سلاحة طيران بقيادة محمد حسني مبارك بغزو وضرب أعظم ضربة جوية ناجحة وقامت المدفعية بإطلاق النيران على طول قناة السويس تمام لحد كده وبالتالي تم تحطيم أعداد كبيرة جدا من الطائرات والمعسكرات العسكرية الإسرائيلية عبور عدد كبير جدا من الدبابات المصرية والمدرعات والأليات العسكرية بمختلف أنواعها وتم خلال فترة وجيزة خلال ست ساعات تدمير أكثر مانع مائي اللي هو خط برلي فالتي كانت تتغنى به إسرائيل تمام لحد كده انتشرت القوات المصرية على الضفة الشرقية لقناة السويس وتم رفع العلم المصري وتم أسر مئات الجنود من اليهود أو من الجيش الإسرائيل على الجبهة السورية قامت أو بدأت القوات السورية في الهجوم في نفس اللحظة اللي أعطى فيها الرئيس محمد أنور السادات إشارة البدء في الحرب كانت القوات السورية بتحارب بنفس التوقيت على الجبهة السورية ده كانت اتفاق ما بين الدولتين وبدأت العملية العسكرية بعبور طائرات لو أنا خدت بالي أنا عندي برضو نبتدين بسلاحة طيران عبور طائرات سورية في منطقة الجولان اندفعت الدبابات والمضرعات نحو خط ألوان يبقى أنا عندي كان عندي خط برليف في مصر وخط ألوان في سوريا وتمكن أو تمكنت الدبابات والمضرعات من تدمير خط ألوان المماثل لخط برليف في مصر دارت معارك جوية عنيفة جدا بين الطيران الإسرائيلي والسوري الذي استمر في تقديم دعم القوات البرية التي اختركت خط الدفاع الإسرائيلي ودمرته تماما يبقى كان عندي طيران بيغطي السلاح البري نتيجة خسائك الكبيرة التي لحقت بإسرائيل في أعداد الجنود والطائرات سواء على الجبهتين المصرية أو السورية طلبت إسرائيل المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية بس لازم أبقى عارف أن مش الولايات المتحدة الوحدها اللي ساعدت إسرائيل الشعوب العربية ساعدت مصر وسوريا بشكل يعتبر من أهم العوامل في نجاح مصر وسوريا في حرب 73 أنت ما كنتش بتحارب لوحدك أنت كان معاك دعم عربي يعني مثلا لو خدت بالي هلاقي أن كان فيه الدول العربية استغلت سلاح البترول ورافضت تصديره في البداية خفضت إلتاج البترول فيرتفع سعره ثم منعت تصديره للولايات المتحدة الأمريكية وأي دولة هتقدم أي مساعدة لإسرائيل وبالتالي خاصة بعدما قامت الرئيس الأمريكي بطلب مساعدات عاجلة لإسرائيل مش كده وبس أنا كان عندي أيضا مساعدات مالية وعسكرية من الدول العربية عدد من الدول العربية إذا قدمت لي مساعدة عسكرية وأسلحة العراق، الجزائر، ليبيا، الأردن، المغرب، السعودية، السودان، الكويت، تونس دول زي السعودية والجزائر والأمارات قدمت دعم مالي خد بالك أن أنا عندي حتى الشعب الجزائري كان بيحارب مع الجبهة العربية في حرب 73 يبقى نازم أبقى عارفة كويس قوي أن أنت ما كنتش بتحارب لوحدك ولكن في نفس الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول أنها تساعد إسرائيل عن طريق عدة إجراءات أول حاجة إقامة جسر جوي لتقديم المساعدات العسكرية الإسرائيل ولقوا مش كده وبس وقدمت معلومات عسكرية الإسرائيل ساعدت على أنها تكشف عندي حاجة اسمها ثغرة الديفرسوار فضل الترائب الجأواء المصرية لحد ما عرفت وحددت مكان بيخلو من القوات العسكرية المصرية تقدر تدخل منه قوات الإسرائيلية وتم استشهاد عدد من الجنود والضباط المصيرين في هذه المكان قدمت مساعدات مالية عاجلة جدا مورد مالية ضخمة حينما اكتشفت أن إسرائيل في حالة الانهيار تدخلت مع دول الأعضاء لمجلس الأمن وأصدرت قرار تلتمية تمانية وتلاتين هذا القرار كان بينص على وقف الحرب من يوم 22 أكتوبر لازم أركز على التواريخ أنا ابتديت الحرب بستة أكتوبر صدر قرار من مجلس الأمن الوقف الحرب 22 أكتوبر خلال هذه المرحلة مصر وسوريا كانت بتقوم بعملية ضرب متتالية على إسرائيل وبالتالي تم إصدار هذا القرار ووضع المفاوضات ما بين العنصرين أو ما بين الجيشين المصري والإسرائيلي وبالتالي كانت تعتبر انتصار صاحق للشعب المصري والسوري بمساعدة عربية وضربة للكوات الإسرائيلية والأمريكية قدامي شخصيات مضيئة ساعدت في هذه الحرب بينها المشير أحمد إسماعيل شخصية عظيمة جدا كان مدير للمخابرات العامة تمام؟ وزير للحربية معايا لحد كده كان تولى أو خلال حرب 73 تولى القيادة العامة والموحدة لقوات المصرية والسورية قام بالتغطية والتنصيق على الجبهة المصرية والسورية على حد سواء من خلاله هو كذلك أيضا حط خطة خداع حتى يخدع إسرائيل علشان كده احنا انتصرنا عليهم بسبب سلاح المفاجأة خدعناهم ولفتنا نظرهم وبعدنا تركزهم عن أن احنا بنستعد للحرب شخصية عظيمة جدا حصل على وسام نجمة سيناء تمام؟ وده يعتبر من أعلى الأوسمة العسكرية شخصية عظيمة جدا أيضا وهي الفريق سعد الدين الشزلي اختاره رئيس محمد أنور السادات ليكون رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة في 1971 لحد 1973 13 ديسمبر 1973 شارك مع القيادة أو مع القادة العسكريين في تطوير قوات المسلحة ووضع خطة لعبور قناة السويس وتحتيم خط برليف في حرب تلاتة وسبعين طبعا تم تكريمه في الزكرة التسعة وتلاتين الانتصار أكتوبر العظيم وتم منحه قلادة النيل العزمة قلادة النيل العزمة تمام؟ كذلك أيضا عندي شخصية عظيمة جدا برضو الفريق محمد عبد المنعم عبد الغني الجمسي وده شعر منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة عام 1972 قامت الهيئة بإعداد دراسة من أنسب التوقيتات القيام اللي هي توقيت قيام الحرب اللي هو كشكول الجمسي تمام؟ وطبعا اللي هو توقيت الحرب اللي كان بيتميز بأنه كان في فترة احتفالات أعياد يهودية في نفس التوقيت اللي كان فيه حرب اللي هو فيه شهر رمضان عندنا أصبح رئيس الأركان حرب القوات المصرية المسلحة في تلاتة وسبعين شخصيات عظيمة جدا من ضمن الشخصيات اللي شاركت فيه هذا الأمر لازم أخد بالي على أن هناك نتائج ودروس مستفادة من حرب تلاتة وسبعين أول حاجة حرب تلاتة وسبعين تعتبر نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي بمعنى أوضح أنت كنت من بعد ما كنت دولة مهزومة لأ أنت أصبحت دولة منتصرة وبتثبت لإسرائيل بأن القوة لا تمنح السلام النقطة التانية كانت إسرائيل بتتغنى بأنها جيشة لازل ليقر تسطورة التي تقول بأن إسرائيل جيش لا يقهر بأن الجنج المصري والمقاتل المصري والعربي على أعلى جودة وأعلى مهارة قتالية تقويد وهدم أسس العقيدة القتالية للقوات الإسرائيلية لتغنى بسلاح الطيران وإن لا لا إحنا عندنا جميع أنواع الأسلحة إن جمهتمية بسلاح الطيران إحنا عندنا الباقي انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلي الأمن الإسرائيلي آه ما أنت كان عندك إسرائيل بتقول لك أنا متطمنة على نفسي قوي عندي خط برليف وخط ألوان تمام جي الحصون العنيفة بعد ما ضمرتها خلال ست ساعات أثبت لها إن ما فيش أي حاجة اسمها موانع أمام التكنولوجيا الحديثة أنا هتحازيل حالة الحرب حالة ألا سلم ولا حرب اللي بتضمر الاقتصاد بتاع الدولة إلا أنت عارف إنت حربت ولا أنت خلصت طب أنا عايز أعرف أعمل تنمية اقتصادية طب أنا أقدر أعمل أي مشروعات لا طبعا أظهرت أعمل سلاح النفط العربي سلاح النفط أو البترول العربي اللي تم الضغط بها على الدول اللي كانت مساندة لإسرائيل أثرت فيه علاقات إسرائيل مع عدد من الدول المحبة للسلام في أسيا وأفريقيا وأوروبا تمام؟ وفيه عدد من الدول اللي قطعت علاقتها مع إسرائيل بالشكل ده أنا بتعرف على إن حرب تلاتة وسابين حرب عظيمة جدا للشعب المصري وسام على صدور الشعب المصري والشعوب العربية وأتمنى من الطلبة تكون السفادة معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته